عايز اتكلم شوية عن معلومات مهمة جدا بخصوص الحليب وحساسية الالبان الناس بتبقى عندها مشكلة من انها تعرف تهضم او تتعامل يسميها يتعامل مع اللاكتوز اللي جوه الحليب تمام؟ فالحاجات اللي بيبقى فيها اللاكتوز دوت فحاجات موجودة كتير لازم نخلي بالنا دايما ونقرأ على العبوات دي فيها لاكتوز ولا ما فيهاش لاكتوز علشان ايه نبعد عن اي حاجة فيها لاكتوز واحنا مش واخدين بالنا لان انواع كتير من الجبن فيها انواع كتير من منتجات الالبان فيها فايه نحاول نحن نخلي بالنا معادة الزبادي الزبادي الطبيعي ما فهوش او نسبه قليلة جدا من اللاكتوز فيه فاللي عندهم حساسية من اللاكتوز بنسب معينة بيقدروا ياخدوا اوقات كتير الزبادي طيب ايه بداية للبن اللي موجودة يعني مش بس لبن جوز الهند واللبن لوز اللي احنا عملناه لا فيه برضو لبن السوية عندنا برضو لبن الروز عندنا برضو لبن شوفان وده انا كنت عملته قبل كده عندنا فيه بقى الحاجات اللي ممكن واحد ياكلها برضو بعض انواع الجبن على فكرة بتنفع ما فيهاش لاكتوز زي الجبن اللي هي القديمة اللي هي بارميجان والممكن الجبن الرومي والجبنة اللي هي الريكفور بس برضو ترجعوا الدكتور للي عنده مشكلة عشان حسب النسب تمام اه بداية البقى للكالسيوم حلوة جدا عشان مش دايما لازم يكون اعتمادنا الاساسي اه في اه الكالسيوم اللي احنا محتاجينه لجسمنا من الحليب لا ممكن من حاجات تانية السمسم مثلا غني جدا جدا بالكالسيوم الخضروات الغمأة الدكينة زي البروكلي مثلا والاوراق الغمأة عمتا غنية بالكالسيوم عندنا برضو الاسماك يعني التونة مثلا في الكالسيوم وفيتامين ديل فبيساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم ويقوي العظم تمام بس المعلبات مش كويسة اكتر من مرة في الاسبوع عشان فيها مادة الزقبق زقبق تمام فما نقطرش منها عمتا انواع الاسماك كلها بتبقى كويسة جدا معادة الجنباري والحاجات اللي هي الكشور ديت مش ديت المقصودة قوي زي الاسماك اللي هي البحر ايه